اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام واسعد اللهم سأكون بكل خير بداية بدرجة الحرارة المنتظرة لهذه الليلة بحول الله تعالى 22 على الجزائر العاصمة 20 على منطقة عنابة والقالات 21 سنجد على منطقة وهران وكذلك على المناطق الداخلية الوسطى 26 على منطقة بشر وتبلبالة 25 درجة سنجد على منطقة بن عباس وتندوف وكذلك على أقصى الجنوب على طامنراس وإليزي وبرجبج مختار وعنقزان ننتقل إلى حالة التقص المنتظرة لصباحة الاثنين مشاهدين الكرام الأجواء سوف تكون مغشات تماما بالغيوم على السواحل الشرقية وكذلك الداخلية إلى حين سنجد صحب منعزلة مرفوقة برحود على أقصى الجنوب أما باقي ولاية الوطن سماء صافية ننتقل إذن إلى درجات الحرارة لصباحة الاثنين مشاهدين الكرام 22 درجة على منطقة الجزائر العاصمة وكذلك وهران ونجد 21 درجة على منطقة البسة 26 على منطقة تندوف 25 سنجد على منطقة بشار وتبلبلة 30 درجة لا تتعدى على منطقة رجان وأضرار وعين الصالح أما بالنسبة لأقصى الجنوب 25 درجة إذن ننتقل إلى حالة التقص المنتظرة لظاهرة الاثنين مشاهدين الكرام سوف تكون السماء مغشات بالغيوم على السواحل الغربية وكذلك الداخلية الوسطى بينما على الجنوب الغر بسحب تشكيل سحب رعدية مرفوقة بأمطار بينما على أقصى الجنوب تشكيل خلايا رعدية أما باقي ولاية الوطن سماء صافية ننتقل لدرجات الحرارة لظاهرة الاثنين مشاهدين الكرام 32 درجة على الجزائر العاصمة 35 درجة على منطقة تنمسان 38 على منطقة بويرا 42 درجة على منطقة غردية 44 درجة بينها بشار وتبلبلة تندوف 45 درجة وسط الصحراء 46 درجة كذلك على أضرار ورقان بينما على أقصى الجنوب 44 درجة على منطقة تنزواطين وعنجزان بينما على نهجار والتصليلة تتعدى 38 إلى 39 درجة وشاهدين الكرام فيما يخص الملاحة والصيد البحري البحر سيكون هادئ إلى قليل الاضطراب ذلك على السواحل الغربية وكذلك الوسطى 15 إلى 20 كم في الساعة ما بينما على السواحل الشرقية 5 إلى 15 كم في الساعة مشاهدين الكرام نختم نشاطنا الجوية بالمعلومات الفلكية كما عودناكم الشرق على الخامسة و22 دقيقة الغروب على السابعة و42 دقيقة إلى هنا تنتهي نشاطنا الجوية مشاهدين الكرام في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر